بدأت أمس ثلاثاء المناقشة العامة للدورة الثانية والسبعين للجماعيات العامة للأمم المتحدة في مقرها بنيويورك حيث اجتمع القادة والنواب رفعها المستوى من الدول الأعضاء للتوضيح أو لتوضيح آرائهم حول القضايا الرئيسية في العالم التي شملت القضية النووية لكوريا الديمقراطية كمحوري اهتمام قبل بدء المناقشة العامة ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطينيو جوتيريس كلمة أولا قدم فيها أحوال العمل للدول الأعضاء ثم ألقى رئيس الجمعية العامة لهذه الدورة ميروس لاف ليتشاك خطابا افتتاحيا وقد جرت المناقشة العامة هذه المرة تحت عنوان التركيز على الشعوب السعي إلى تحقيق السلام والحياة الكريمة للجميع على كوكب مستدام كل ما يتساعد توطر فإن من مراجح وجوء سوء الفحم للوضع وإن تسريحات شديدة تؤدي إلى السوء الفحم ولا بد من حل قضية شبه جزيرة كوريا عبر وسائل السياسية وحن الوقت لإدهار موهبة سياسية فلا يمكن اندلاع الحرد لأسباب غامضة لدى الولايات المتحدة قوة هائلة وصبر قوي لكن إذا أجبرت على الدفاع عن نفسها أو حلفائها فلا خيار أمامها إلا تدمير كوريا الديمقراطية تماما الولايات المتحدة لديها الاستعداد والنية والقدرة لفعل ذلك ولعل ذلك ليس ضروريا وهذا مغز تواجد أمم المتحدة بالضبط لنرى كيف تفعل أمم المتحدة حان الوقت بالنسبة لكوريا الديمقراطية أن تدرك أن نزع سلاحها النووي هو المستقبل المقبول والوحيد الجمعية العامة هي المسؤولة عن المراجعة والمراقبة والتفتيش في الأمم المتحدة وهي مكونة من جميع الأعضاء المئة والثلاث والتسعين بالأمم المتحدة وتعقد دورة الجمعية العامة في الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر من كل عام وتنقسم الدورة دائما إلى جزئين المناقشة العامة ومرحلة المراجعة تجري المناقشة العامة هذه المرة في الفترة ما بين التاسع عشر والخامس والعشرين من سبتمبر الحالي ترجمة نانسي قنقر